شان كينج زي ما بيقولوا مو صراح في جائزة دابست في منافسته طبعا مع ليفاندفسكي وعن الكرة الإنجليزية بشكل عام وتاوس هامتن بشكل خاص هيكون لنا لقاء مع واحد من الأسماء الكبيرة جدا في إنجلترا ليس ريد هو نائب رئيس نادي ساوس هامتن لفترة يمكن امتدت 11 سنة والحقيقة يمكن تولى منصب كتيرة جدا منها منصب المدير الفني لاتحاد الإنجليزي منصب تاني كمدير عمل كمدير للتطوير في الاتحاد الإنجليزي ليس ريد طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بيك على شاشة الأهلي في السادسة شكرا جزيلا على دعواتي بداية خليني أبدأ معك من حفل بينتظر عشاء الكرة في العالم كله والجمهور المصري بشكل خاص وهو حفل دابست أو جايزة دابست اللي هيتم تأوزح النهاردة وتحديد الفائز بيها من ضمن ثلاث أسماء كبيرة جدا ومؤسرة جدا في عالم كرة القدم ليو ميسي روبرت ليفندوسكي محمد صلاحنق من المصري من العرب للجائزة من وجهة نظرك أعتقد أن هذه النسخة صعبة جدا للاختيار لكن أعتقد أن ليونيل ميسي لديه العديد من الألقاب بهذه الجائزة من قبل فأعتقد أن رغم أن ميسي ليس كما بالسابق لكنه مرشح بقوة وأعتقد أن ليفندوسكي ومحمد صلاح أيضا مرشحا محمد صلاح أدى أداءا رائعا مع ليفربول هذا العام وحجم التنافس الذي خاضه محمد صلاح يعتبر هو الأقوى ويعتبر هو الحجم التنافس الذي يجعله هو المرشح الأبرز ولكن أعتقد أن محمد صلاح في نهاية الأمر هو الذي سيفود بالجائزة يعني خليني أرجع معك بالذاكرة فلاشبك بعيد شوية سنة التسعين أنت أعتقد كنت ضمن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا الذي شارك في كاس العالم وفي الوقت ده مصر لعبت في مواجهة إنجلترا في نفس المجموعة من بداية من جيل تسعين والنجوم اللي أنت تبعتهم ومثلوا منتخب مصر مرون طبعا بعدد من الأسماء اللي مرت على الدوري الإنجليزي وصولا لمحمد صلاح ومحمد النيني وتريزيجين نهاردة إزاي بتشوف تطور مستوى اللعب المصري بشكل عام حسنا أعتقد أن اللعبين المصريين في الدوري الإنجليزي مؤخرا أصبح هناك طفرة من اللعبين المصريين وأصبح لدينا العديد من المواهب تأتي للبريمير ليج بالفعل فأعتقد أن اللعبين المصريين كان لدينا عددا كبيرا من اللعبين المصريين وكان لديهم فرصة ليقاتلوا ويلعبوا ويحجزوا مكانهم في إنجلترا أعتقد أنه كان هناك أن الفريق المصري الذي لعب أمامنا في عام 1990 كان فريقا لديه معدل جيد جدا من الانتصارات والبطولات وكان فريق مؤهلا جدا لينافس في كأس العالم ويصل لنقطة أبعد وعلى مر التاريخ مصر هي من أقوى منتخب في إفريقيا ليست مفاجأة الآن أن تخرج مصر لنا لاعبين رائعين في الدور الإنجليزي الآن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم لدينا أيضا محمد النيني ولدينا لعبين يتطوروا شيئا فشيئا وأعتقد أن هذا يجب أن يطفي مزيد من الجودة على المنتخب الوطني المصري فأعتقد أن اللاعبين الآن مؤهلين جيدا لديهم خبرة كبيرة يلعبون في دوريات كبيرة في أوروبا أعتقد أنا لست مندهشا بالتطور الذي حدث لللاعبين المصريين فأعتقد الآن اللاعبين الآن يحتاجون فقط إدارة جيدة لنتوقع المزيد من اللاعبين المصريين على مستوى المنتخبات وأيضا على مستوى الفرق أعتقد أن اللاعبين الآن لديهم فرصة جيدة ليثبتوا جدارتهم ويثبتوا أنهم يستحقون المكان الذي وصلوا له في هذه الأندية الأوروبية أعتقد أن مستقبل اللاعبين المصريين باهرا وسيكون جيدا مع المنتخبات هل تبصوا البطولة زي بطولة الأمم الأفريقية على أنها ممكن تبقى بيئة صالحة أو فرصة مناسبة لاكتساف عدد من اللاعبين اللي ممكن ضمهم للأندية الإنجليزية أم لا البطولة لا تحظى بالقدر الكافي من المتابعة من وجهة نظرك إنها بطولة حية الآن وتذاع في إنجلترا وتذاع على التلفاز وأصبحت بطولة شعبية وبطولة شائعة للجماهير الإنجليزية لدينا الآن رقم كبير من اللاعبين الأفريقاء يشاركوا في بطولة أفريقيا ولعبين مميزين بالفعل فأعتقد أنها بطولة تحظى بالمتابعة من الجماهير الإنجليزية وأيضا الأندية أعتقد أنها على مستوى كبير من التنافسية والذي يتيح فرصة للكشفين أن يكتشفوا العديد من اللاعبين وأعتقد أن الكشفين الآن يؤدون عملهم في متابعة البطولة فهذه فرصة جيدة كما قلت أنها فرصة جيدة لاستكشاف العديد من المواهب الإفريقية الشابة أعتقد أننا سنرى العديد من اللاعبين في الفترة القادمة وأعتقد أن المديرين الفنيين في إفريقيا الآن واللاعبين خصوصا في غانا وزيمبابوي وبغانوب إفريقيا يخرجوا لنا في أوروبا العديد من المواهب أعتقد أن البطولة الإفريقية بطولة قوية وأعتقد أنها ستطفي مزيد من الحماس للدور الإنجليزي سؤال الأخير قبل ما تنقل ملف سو سامتن خليني أرجع معك لتجربتك كمدير فني للاتحاد الإنجليزي لكورت القدم وده منصب يمكن تم استحداثه في مصر وإلى حد ما عليه علامات استفهام كتيرة فإن مني أخذ منك تجربتك سواء على مستوى طبيعة الدور هل هو دور تخطيتي أكثر ولا دور ليه جوانب تنفيذية وخليني أعرف منك صلاحياتك ودورك فيما يتعلق بالمنتخبات الإنجليزية أو فيما يتعلق بالأندية والمسابقات المحلية إذا فهمت سؤالك جيدا فأعتقد أن الاتحاد الإنجليزي هو التحاد كبير جدا وأعتقد أن الاتحاد الإنجليزي والمدير الفني الاتحاد الإنجليزي يلعب دورا هاما في تطوير الكرة القدم الإنجليزية خصوصا البريمير ليج وهذا يعطي إضافة كبيرة للفريق القومي فأعتقد أن تطوير الكرة ينبني على العديد من العوامل أهمها الإدارة كما ذكرت أمتى الآن فالمدير الفني للاتحاد أيضا يقوم بوضع الخطط ويقوم بتنظيم المشاريع الخاصة باتحاد الكرة وتنظيم الأنشطة التي ستقوم بها الفرق المختلفة لاتحاد الكرة وليس فقط الأمر فنيا وإنما إداريا ويقوم بمساعدة الجهاز الفني للفرق القومية المختلفة أعتقد أن المدير الفني للاتحاد لا يعمل وحدا ولكن يعمل مع أفضل مع نخبة من المدربين الكبار في البلد وأيضا ما يعطي هذه الوظيفة المزيد من الأهمية أنه يساعد في تطوير البطولات المحلية المدير الفني للاتحاد يجب أن يكون قويا يجب أن يكون حازما يجب أن يكون قادم على صناعة القرار فإنه يساعد في نجاح ليس فقط الأندية ولكن يساعد في نجاح الفريق القومي وهذه أهم نتيجة أنا أدين بالشكر لمن عملوا قبلي فإنه يتوفر لهم فيه هذه الصفات بالمناسبة خليني أعفل الجزئية دي معك بأهم ثلاث قرارات تم التخزم أنا أتكلم النهاردة على واحدة التي تكون الأنجح فهي من أنجح المسابقات على مستوى العالم طبعا هي مسابقة البريمير ليج خليني أخذ يعني عشان نأفل الجزئية دي أهم ثلاث قرارات تم التخزهم سهم في تطوير المسابقات المحلية والأندية أو الكرة الإنجليزية بشكل ما سواء في فترة توليك المسؤولية أو مع مسؤولين آخرين كمديرين فنين الاتحاد الإنجليزي حسنا دعني أشرح كان لدينا أكبر قرار أخذته هو أن هو أن أغير من طريقة تفكير المديرين الفنيين لمراحل النشئين ومدارس الكرة في الكرة الإنجليزية هذا الأمر يحتاج وقتا ويحتاج جدية في التعامل مع المدربين فتطوير أداء اللاعبين كان أهم شيء بالنسبة لي وثاني شيء هو هو أن نجعل الأندية تلتزم بخطة المدير الفني لاتحاد الكرة فكان هذا الأمر صعباً جداً لتطبيقه ولكن حينما أديت هذا الأمر سابقاً كان الأمر بالنسبة لي لم يحتاج المزيد من المجهود كما كان في السرب فأعتقد أن الكرة في إنجلترا تطورت كثيراً بفضل هذه المهمة وهذه الوظيفة أعتقد أن لدينا الآن مئات الألاف كقاعدة من اللاعبين في إنجلترا أعتقد أن القواعد تغيرت وأعتقد أنها تغيرت للأفضل وأهم قرار يمكن أن أخذه هو إذا كنت حالياً مدير الفني هو أن أجعل المدير الفني أجعل المدير الفني للمنتخب مرتاحاً في اختيار المواهب التي يريد ويكون حراً في اختياره وكما نقول الآن أن الدور الإنجليزي يوفر لأي مدير الفني القاعدة الكبيرة من الآن بمناسبة الكلام عن الدور الإنجليزي لازم أسألك عن فريق ساوت هامتن اللي بيعتبر واحد من أعرق وأدم الفرق في البريمير ليج في الفترة الأخيرة قدرت فرق كتير أنها تطور من مستوياتها وتبقى دايماً حضرة على منصات التطويق أو على الأقل عندها قدرة على المنافسة على سبيل المثال السيتي على سبيل المثال تشيلسي على سبيل المثال ليستر سيتي اللي بيحتاجه ساوت هامتن عشان يقدر يكون عنده قدرة على منافسة الكبار في إنجلترا حسناً ساوت هامتن ساوت هامتن لديه ملاك جدد الآن ساوت هامتن الآن لديه استثمار جيد واستثمار كبير ساوت هامتن وصل في مرحلة في عام 2014-2018 بفترة صعبة ولكننا نافسنا بالفعل واستطعنا أن نصل لمستوى جيد استطعنا أن نصل لنهائيين من قبل واستطعنا خوض لقائين في ويمبلي استطعنا أن نخوض نهائيين فأعتقد أن مستوى الذي وصل له ساوت هامتن كان مستوى جيداً ساوت هامتن نافس في فترة صعبة جداً على النادي ونافسها ولكن المستوى الذي ذكرت تشيلسي منشيسو رينايتد ساوت هامتن يستطيع أن يصل لهذا المستوى وأن يكون في المربع الذهبي في الدولة الإنجليزية تحت قيادة هذه الإدارة لدينا الآن لدينا الآن فريق قوي جداً من ساوت هامتن يستطيع أن يستغل أفضل فرصة هذا الموسم وأن ينافس وأن يصعد أيضاً لدور الأبطال آمل ذلك لسريد طبعاً نائب رئيس نادي ساوت هامتن السابق والمدير الفني في التحدي الإنجليزي ومدير التطوير في التحدي الإنجليزي السابق بشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا وعلى وقتك في السادسة بشكرك طبعاً وبتمنى التوفيق لساوت هامتن خلينا نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نفرد مساحة أكبر لكلامة على الخريطة في أفريقيا اللي بتتغير أو اللي بتزبط بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرا إنها بتتغير توقعاتنا المرحلة الجاية والفرقة المتأهلة مصير مشوار مصر في البطورة في حال التجاوز المباراة الأخيرة أمام السودان وهنكلم بالتأكيد طبعاً